الحلقة اليوم بسكويت سبيكيلوز ابقوا معي تشوفوا الحلقة لاش تعرفوك لاش غادي موجدون بسكويت سبيكيلوز اليوم ان شاء الله سنجدون بسكويت سبيكيلوز بطريقة زوينة بزاف كي يجيل ديد وطبعا سهل في التحضير هوا معي تشوفوا المكونات بيش سنجدون هنحتاجوا في المكونات دقيقة يكون نوعية ممتازة 100 قرام السكر البني 50 قرام السكر العادي 200 قرام الزبدة تكون بحارات المطبخ شوية القرف المطقوق شوية الهيل مطحون معلقة نشا بيضة واحدة نصف معلقة بيكربونات السوتيوم نصف كيس من خمينات الحلوية 4 قرام جوزة محكوكة وشوية دي الملح نخليكم دمام على إحاة المكونات مضبوطة ونجوزوا مباشرة طريقة هذه وكي تحتفظوا بالمقادير ستجدون في الحلقة مواقع التواصل الاجتماعي موسيقى ستجدون الزبدة تكون مرتبة بحارات المطبخ موسيقى ثم نضغط السقار العادي واحد جمعها بكبار قريبا واحدة ربعا مع الكبار ديال كاسوناد أو السكر البن كنخلطوه مزيان حتى كنحسو بإن الزبدة تاجمت مع السكر من بعد غادي نزيد البيضاء حاك نخلط سنزيد التوابل الهيل تقلنا نصم عالقاء صغيرة ممكن نزيده على حسب الضوء ديالكم شوية ديال القرنفل يعني البيسكويك يميزه يعني الريحة والمضاق لها التوابل اللي كتزاد له ممكن نزيده حتى سكينج بريلا بنينا فكيشي رائع سنزيده قريصة ديال الملح سنزيده شوية ديال الدقيق كيش سنجمعه ننشأ السوديوم أو بيكاربونات السوديوم والخمارة منسية القوزة منسية القرنفل وخمارة الحلوية سنستمر سنزيد طريق شوية بشوية حتى نحصله على جيناء الطباق لا ندركوهاش سنجمعها فقط لا نخصها لك كيشي رائعنا ناجح سنستمر وانا نجمع فيها ونزيد طريق شوية بشوية حتى نحصل على جيناء الطباق سنجمعها في البلاستيك ونجمعها في التلاجة على الأقل 30 دقائق بعدما ارتاح العجيناء وبردات سنأخذ ليس جزء منها ونأخذ إما البلاستيك الغذائي أو ورق ديال الطباق ونجمع العجيناء تكون لقيقة واحد شوية لا ننققوهاش بزاف لانما سنجمع واحدة في واحدة وما ننغلطوهاش لانا فيها الخميرة فقط ندخلينها بزاف سنحاول نطلقها وعاد نرجعه باش نرشموها سنطلق فيها بهذه الشكل ونرجعه باش نقطعه بعدما طلقنا العجيناء بهذه الشكل نأخذ أي قطعة أو بغينا مربعة أو مستطيلة أو حتى دائرية ونقطعه بهذه الشكل نضعهم في الصافحة نضع الفرن بعدهم واحدة شوية لانا ما غيرت نفقه إما مفرشين بورق التضغ أو منهم الصافحة لا يوجد مشكلين فيهم الزبدة سنحاول نهزوهم بهذه الطريقة يعني نحاول نهزو الورق بهذه الشكل باش ما يتهلسوا لينا ونضعهم في الصافحة الفرن ونرجعوا باش نزينهم بعدما قدنا الصافحة كيف لحتوا باعتهم واحدة شوية فنأخذه كوردون ونضعه تقيبات بحلها لكي يأتينا بحل كي يتبع جاهز سوف نستمر بنفس الطريقة سوف نشعل الفرن يسخن وندخله يطيب على 200 درجة يتحمر من الفوق ومن تحت بالنسبة للمده يبقى على حساب الفرن لكم قريبا 21 دقيقة حتى 30 ونرجعوا نرى الشكل النهائي الشكل النهائي بسكويتنا بعدما تتحمر وطابعه خاطر خاطره لكي يأتينا مقرمش يتحمر من تحت ومن الفوق يأتي لديه كثيرا النكهة توابيزنا له يأتي مميز يجربونه كشكركم دائما عن المتابعة واشتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لبرنامجكم ولماء مع الماء وفيدا للماء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة